افتتح سعدة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع جامع خليفة بن أحمد الظهراني بمدينة زايد وذلك بحضور السيد خليفة بن أحمد الظهراني والشيخ الدكتور راشد محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية وخلال الافتتاح أكد سعدة وزير شؤون الدفاع أن هذا الاهتمام المبارك بإعمار بيوت الله يأتي انطلاقا من الرعاية الجليلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتشييد الجوامع والمساجد وتسخير كافة الإمكانيات لرعاية بيوت الله وإعمارها وحضر الافتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من المسؤولين بإدارة الأوقاف السنية